بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزائنا الطلاب أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الرابع عنوان الدرس تلاوة سورة الواقعة من الآية الحادية والسبعين حتى الآية الثانية والثمانين عزيز الطالب وأول ما نبدأ به درسنا التعرف إلى الأهداف حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتلو سورة الواقعة من الآية الحادية والسبعين حتى الآية الثانية والثمانين تلاوة صحيحة ثم في الهدف الثاني أن يفسر معاني المفردات الجديدة الواردة في الآيات بشكل صحيح ثم في الهدف الثالث أن يلخص المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة أعزائنا الطلاب وقبل أن نبدأ بتلاوة الآيات الكريمة المقررة تعالوا بنا نستذكر بعض الأمور المهمة وأول هذه الأمور الوضوء فاحرص عليه عزيز الطالب حرصا شديدا لما في ذلك من اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكسبا للأجر والثواب من الله تعالى ثانيا الجلوس في مكان هادئ حتى تتأمل وتتفكر وتتدبر كلام الله تعالى ثالثا الإخلاص لله تعالى في كل الأقوال والأعمال ولسيما عند تلاوة كلام رب العالمين أعزائنا الطلاب تعالوا بنا نفتح الكتاب المدرسية على صفحة 74 ونقرأ الفقرة التي بين أيدينا فقرة بين يدي الآيات الكريمة من الآية الحادية والأربعين حتى الآية السادسة والتسعين تناولت جزاء المكذبين الجاحدين ليوم القيامة وذكرت الإنسان ببعض المظاهر الدالة على قدرته تعالى وأكدت على أن القرآن الكريم هو كتاب من عند رب العالمين عزيز الطالب تعال بنا نفتح الكتاب المدرسي على صفحة 75 ونستذكر تلاوة الآيات الكريمة السابقة من الآية السابعة والخمسين وحتى الآية السبعين عزيز الطالب أوقف الفيديو ثم اقرأ الآيات الكريمة التي أمامك قراءة واعية متدبرة جزاك الله خيرا وبارك فيك أعزائنا الطلاب وتعالوا بنا نبدأ بالهدف الأول والهدف الأول أن يتلو الطالب سورة الواقعة من الآية الحادية والسبعين حتى الآية الثانية والثمانين تلاوة صحيحة أعزائنا الطلاب أما الآن دعونا ننتقل إلى صفحة 76 لنقرأ الآيات الكريمة المقررة من الآية الحادية والسبعين حتى الآية الثانية والثمانين وأول ما نبدأ به هو استماعنا بإنصات وتدبر وخشوع إلى الآيات المقررة قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والآن مع التلاوة النموذجية من فم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم أوقف الفيديو وقرأ الآيات الكريمة المقررة من الآية الحادية والسبعين حتى الآية الثانية والثمانين بشكل فردي جزاك الله خيرا وبارك فيك عزيزي الطالب وفي ختام الهدف الأول تعالوا بنا نتقن تلاوتنا لبعض الكلمات القرآنية التي مرت بنا قبل قليل كرر معي الكلمات القرآنية التي أمامك شجارتها أحسنت الكلمة الثانية تورون أحسنت الكلمة الثالثة ومتاعا للمقوين أعد ومتاعا للمقوين أحسنت الكلمة الرابعة لا يمسه أحسنت الكلمة الخامسة مدهنون أحسنت بارك الله فيكم أعزائنا الطلاب من يقرأ لنا الهدف الثاني تفضل أحسنت بارك الله فيك إذن هدفنا الثاني أن يفسر الطالب معاني المفردات الجديدة الواردة في الآيات بشكل صحيح بارك الله فيك أعزائنا الطلاب وفي الهدف الثاني تعالوا بنا نتعرف معاني المفردات الجديدة التي مرت بنا في هذه الآيات الكريمة عزيز الطالب انظر إلى الآيات الكريمة المقررة أمامك ستجد أن بعض الكلمات قد لونت باللون الأحمر تعال بنا نقرأها ونتعرف معانيها الكلمة الأولى أحسنتم تورون ومعناها تشعلون أو توقدون الكلمة الثانية أحسنتم ومتاعا للمقوين ومعناها منفعة للمسافرين الكلمة الثالثة بمواقع النجوم ومعناها منازلها الكلمة الرابعة كتاب مكنون أحسنتم ومعناها مصون في اللوح المحفوظ الكلمة الأخيرة مدهنون ومعناها مكذبون بارك الله فيكم أعزائنا الطلاب وفي ختام الهدف الثاني تعالوا بنا نستذكر معاني المفردات الجديدة التي مرت بنا قبل قليل الكلمة الأولى تورون ومعناها تشعلون أو توقدون الكلمة الثانية ومتاعا للمقوين ومعناها منفعة للمسافرين الكلمة الثالثة بمواقع النجوم ومعناها منازلها تعالوا بنا نتابع معاني المفردات كتاب مكنون أي أحسنتم مصور في اللوح المحفوظ الكلمة الأخيرة مدهنون ومعناها مكذبون أحسنتم جميعا أعزائنا الطلاب تعالوا بنا ننتقل للهدف الثالث والهدف الثالث أن يلخص الطالب المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة أعزائنا الطلاب تعالوا بنا نتعرف المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة من الآية الحادية والسبعين حتى الآية الثانية والثمانين حيث أن الله تبارك وتعالى يتابع تذكير الخلق بنعمه الكثيرة التي تدفعهم للإيمان به ومنها هذه النار التي يشعلها الناس من فروع الشجر للاستفادة منها في تدفئة أنفسهم وتجهيز طعامهم وشرابهم فهي تذكرة للعباد المسافرين في هذه الدنيا إلى الدار الآخرة ويوجههم إلى التفكر في هذا الكون والإكثار من التسبيح وتعظيم القرآن الكريم أعزائنا الطلاب وفي ختام الدرس تعالوا بنا نستذكر ما تعلمناه من الآيات الكريمة المقررة ماذا تعلمنا اليوم من الآيات الكريمة؟ أحسنتم تعلمنا الحرص على شكر الله تعالى على نعمه العظيمة ثانيا أحسنتم في هذا الكون الكثير من الأدلة على وجود الله تعالى ثالثا بارك الله فيكم تعلمنا أن نعظم القرآن الكريم في سلوكنا وأن نتدبر آياته بارك الله فيكم جميعا أعزائنا الطلاب وفي الختام أترككم في رعاية الله تعالى وإلى اللقاء بكم في درس جديد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر